عمر السولية لو هنتكلم عن عمر السولية إلى إيه الجمال ده بجد عمر السولية إمبارح رجل مباراة عن استحقاق عن استحقاق فيه ناس بقى برضو عشان الواحد يبقى يعني بتكلم بمنتهى الصراحة وحضراتكو أكيد شايفين برضو الصورة اللي قدامنا لكن فيه ناس عادت تقولك برونو سافيو ليس الأفضل طب المستوى عادوا يتكلموا عن لعيبة بحد ذاتها تاني هنرجع نقول النغمة دي احنا مش عايزينها احنا مع الفريق بتاعنا لعب في مباراة ما كان متقلق فيها تمام ما كانش متقلق في المباراة اللي بعدها برضو تمام احنا بنتكلم على الفريق ككل بنتكلم على الفريق ككل ما لناش دعوة بلاعب تقلق أو لا يعني فكرة اننا تاني أرجع لثقافة أعلق المشنقة للاعب ملعبش حلو مباراة أو اتنين أو الفريق بتاعي ملعبش مباراة أو اتنين حلو مع أحرص مثلا الأهداف لا خلاص ده فريق ني لا ده فريق مش عارف الكلام اللي بيطلع ده كان دارك فترة ما ومش من الجماهير بتاعتنا على فكرة مش من الجماهير بتاعتنا اعتقد ان هو ملوش دلوقتي ما كان اهم حاجة يبقى فيه مساندة للفريق اهم حاجة ان الواحد يعرف ان الفريق بتاعه ده حتى لو تعثر هيرجع تاني لان هو ده الواقع وهو ده التاريخ بتاعه يعني شابون بارح حاجة انا سعيدة جدا ولا بقول لحضراتكم انا مش جاية محضرة انا قلت حخرج المشاعر اللي جوايا مفيش حاجة متحضرة الواحد كان سعيد مبارحا كنتم بتفرج مع الناس اصدقاء ليه يعني في احدى الكافيهات ومش عايز اقول لحضراتكم الفرحة الفرحة اللي كانت في الكافيه كله الناس كلها كانت سعيدة لكن تاني حنيجي نقول حاجة بس هنقولها سريعا وحنتكلم فيها في التفصيل مع السيد ايمان جيلبرتو الناقض الرياضي في الفقرة برضو كان فيه بعض الفرص المهضرة برضو كان فيه يعني عندك كانت رأسية كريم فؤاد رأسية مثلا شادي حسين انا شايفة ان دول كانوا فرص مؤكدة الى حد المية بس ضعوا مننا فلسه فيه الفنال او فاينل تاتش او النهايات بتاعتنا محتاجة شوية ان انت تركز عليها الفرص الضاعة بحتاجة ان انت شوية تركز عليه لكن في المجمل انت شفت المباراة ولا ارواح ده رأيي بمنتهى الصراحة ما اعتقدش ان ده رأيي بس ده رأيي الجميع امبارحة والجميع اجمع على هذه النقطة